السلام عليكم معكم مجدا من قناة كروشي باي مجدا مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفة اللي ممكن تعتمدوها في الفطور وحتى العشاء وغاتعجبكم بزاف وغاتعجب حتى الوليدات الصغر هتشجعوا إذا تصغر باشي يأكلوا البطاة تسوطون كجي رائعة والمضاق ولا أروع هائلة وسهلة في التحضير كما غاتشوفوا معايا بعد ما غنشوفوا مقادر طريقة دي التحضير غاتعجبكم بزاف حتى سهلة بزاف وغاتعجب اللي موعتمدة عندكم في الدقيقة 90 ممكن أنكم تحضروها يعني في آخر لحظة دي التحضير دي الفطور أو لا لاشا ممكن أنكم تحضروها وقبل ما نشوفوا المقادر طريقة التحضير نبغي أنكم تنضموا لنا بالضغط لزيل الشراك الأحمر لكن أسفل فيديو بالنسبة للنا لا تشاركوا معرفة القناة وخليوا لي أكبر عدد دي اللايك ولي كوموطاق ديلكم رأيكم في وصفة اليوم وأراءكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله شما تبغي تشوفوك جديد على القناة فاندوزو دا بنشوفوا المقادر وطريقة دي التحضير هنا بالنسبة للمقادر غنحتاجوا البطاطس بطاطس كمية اللي بغيتون تومها غنوريكم من بعض طريقة كيفاش نسلقوهم وكنقشروهم وهنا غنحتاجوا طون أو لا إسقامري اللي بغيتوا بالزيت ديال الزيت ويكون تحافظوا على الزيت ديال وغ لا زيجون قطع ما توفرش عندي غدي تغيز زيجون وقطعشون أو لا زيجون قطع تاخدوه واجد كذلك قصبروا معدنوس تقريبا معلقة كبيرة واحدة بصيلة صغيرة مشلدة وعدنا الطماطم مركزة والهريسة اختيارية وزيت الزيتون الهريسة كما كليكم حسب الضوء هنا أول حاجة كنحضروه هي بطاطا كناخدوشي كاثرونة كنديرو فيها المحتك يغلى مزيان وكنديرو فيها رشة ملح وكننضيفو فيها البطاطس بطاطا كنشدوها وكننغسلوها مزيان خ تغسلوها مزيان من التراب اللي فيها وكننحطو البطاطا بحلقة في القشرونة دينا وكننغطيوها وكنخليوها تسلق من بعد ما كنتسلق كنقسوها بموس كنتأكدو انها تسلقات وطابس كنقشروها كتجي سهل انقشرة دي لها تحيد من بعد كندوزو داب التحضير ديال طون او لا الاسقامري كنضيفو عليه البصل المفروم كنضيفو عليه القصبر من نسلي مقطع وباقي المكونات يعني غنضيفو دابا الزيتون زيتون كيما كليكم ممتوفاش عندي زيتون مقطع فقط زيتون مقط كنضيفو الهريسة كيما كليكم الهريسة حسب الضوغ الناس ما كيبغيوش الحار ما يديروهاش هذي غير كتعطي مادا قزوين وزيت زيتون ما كنضيفوش بالزاف حيث ان اصلا الزيت ديال اسقامري واضفناك كذلك طمطين مركزة كنديرو رشاة ملح ماشي بالزاف حيث كيكون دكشي كله مالح الهريسة مالحها زيتون مالح كنديرو كذلك تحميرا وغنضيفو الكامون وكنضيفو الابزار كيما كتشوفو معايا ضفنا الابزار وكنمجو ده بالمكونات مزيان خاصوهم يتخلطو مزيان مزيان دوك التوابيل حتى وما يندمجو مع المكونات مزيان عاد غنضوزوهما حالة تانية بعد ما كتسلق لنا بطاطا بعد ما كنسلقوا بطاطا كنشدوها كنفلحو هكا اولا ممكن تتاندو طريقة اخرى اللي ممكن انكم تحيدو دك الوسط دير بطاطا يعني تحفروها كما كتشوفو ده بق نوريكم الطريقة تانية كتحفرو دك الوسط دير بطاطا ودك الطرف لي كتحيدوه من بطاطا مما كيضيع كنضيفوه للحشوة وكنمعكوه معها كما كتشوفو كتت معك مزيان هادو ده بجوش طرق ممكن تعتمدو اللي جاتكم سهلة ولي بغيتو ولكن احنا غالي بالاحيان هادية الطريقة اللي كنعتمدو كيكتفي فقط نشرحوها بحالة كابل موس عاد كنبدو نعمرو فيها كناخدوه ولو المول دي الزاج ولا مول اللي كيدخل الفران ولا صنية الفران دي بغيتو كنديرو فيها الرشة ديال زيت الزيتون كندهنوه كنستفو فيها ديك بطاطا ديالنا وكنبقا وناخدو معي من ديك الحشوة اللي صيبنا وكنحطو فيها فوق كل ابطاطا كنحطو فيها بحلاكة كل أوحدة كنديرو رشة من زيت الزيتون فوق كل أوحدة غير شوية حيث هي فيها أصلا زيت غير شوية من الفوق وكندخلوه من الفراني طيبوه مبادما نخرجو من الفراني كنديرو رشة ديال قذبوه ما نصبححلاكه بشيق أعطي لون حيث يكون في اللوغة كيكون كحالب الطياب بش يبقا لون هكا مختلف او او مميز في الطبق ديرنا كتجي رائعة وسهلة ما كتاخدش وقت في الفران حيث كل شي فيها طيب يعني ما كتاخدش بزاف ديل الوقت يكفي انها تشرب دي كلاسوس وتجمع لنا بحلاكة ممكن تضيفوا الفرماج إذا بغيتوا احنا كنكتفيوا باقي بهاكا دي كلاسوس ديلها كنرشوها علي وكتجي رائعة مضاق ولا أواع وكما شوتوا معي السهلة في تحضير كما قلت لكم فطور دي الدقيقة 90 او لالعشاء إذا بغيتوا هكا وجبة دي العشاء كتوجدوها في أقل المدة يعني تلأخر لحظات عاد ممكن أنكم توجدوها وكتجيها إلا في الماداق ديلها الوليدات الصغيرة غتعجبهم بزاف لأنهم ليدات الصغيرة ممكن يبغيش يأكلون لهم مثلا بطاطة ولا بصلة ولا الطون غتحطون لهم بحلاكة ولا تمزجون لهم فهكا غتعجبهم بزاف وغيتشجعوا باش أنهم يأكلوا بطاطة بهالطريقة هذي كتجيها إلا وغتعجبكم كذلك حتى الناس الكبار كتعجبهم فنتمنى أن الفيديو ديل اليوم يأجبكم إذا كان كذلك يخلو لي أكبر عدد ديل اللايك لكم وطاق ديلكم مهمين بالنسبة لي ولو بغتعج ديل الفيديو حتى هو مهم بزاف بزاف القناة هكا كتعمل فائدة وكتكبر القناة ديلنا إن شاء الله من هنا الفيديو الجاي كام بغي نقول لكم خليط لكم راحة لبال وبسلام عليكم شكرا